وفيه ثمن فيه دفع ثمن كبير يعني ودايما منوضح الرسالة أنه أنت مش جاي على إيمان مفروش أو طريق مفروش بالورود رح تواجه الإضطهاد والصعوبات والضيقات والطرد واللي خسر كل أمواله واللي خسر عيلته واللي اطلق يعني كل هاي الخسرات في سبيل إيمانه بالمسيح يسوع فيه ثمن دايما طبعا الثمن اللي يعني أنا ممكن أقولك المتأسلم اللي هو بيتأسلم من يعني بيتحول الإسلام من أي دين تاني برضو بيدفع ثمن بس الثمن بالنسبة للعابر أو للخلفيته إسلامية يعني أنا هقولك الثمن وانت أقول لي يعني مين اللي بيدفع ثمن أكتر المتأسلم بتقبله الدولة بتغير له أوراق وكلها من غير ما يدفع الرسوم بتاعة تغيير الأوراق بيتعمله زافة من الأصغر لغاية المكان اللي هو ساكن فيه وكل الناس اللي حواليه بتفرح بيه فرح اللي هون المسلمين اللي حواليه بيفرحه وبيعلوله فرح كده هو إنه هو تحول إلى الإسلام مسيحيين بقى المسلم اللي بتحول المسيحية أول حاجة بيضطها بيرفع بيرفضوا أهله بيرفضوا مجتمعه الدولة ما بترداش إن هي تحوله أوراقه بيبقى عنده مشكلة إن هو يعيش بشكل طبيعي إن هو يقول أنا مسيحي ويروح كنيسة وإن هو أولاده اللي بيخلفهم ياخدهم معه على الكنيسة فكمل الاضطهاد اللي بعانيه العابر أو المتنصر لا يقاس بحبة معاناة مثلا أصلا أنا أختي مش رادي أتكلمني أصلا أنا مامتي مش رادي أتكلمني حاجات زي كده بتحصل مع المتأسلمين من شوف الثمن الباهز اللي اللي بيدفعوه خلينا أضيف يعني كنت عاوز أسألك يعني لماذا يتحول المسيحي إلى مسلم بس عاوز أقول بس إضافة موضوع حد الردة يعني المسيحي اللي بيصير مسلم أهله مش بيطردوه وبيقتلوه بيقولك خلاص ووه اختار طريقه ولكن إذا مسلم صار مسيحي في كتير دول في حد الردة يعني ممكن يواجه الموت كمان من أي شخص طبعا ومش بيواجهه من يعني ما بيبقاش هو عارف الموت جايله من أن يجيها المسيح قال ادخله من الباب الضيق وده باب ضيق وطريق كرب لكن نهايته هي الحياة وإحنا علشان كده إحنا ما بنعبر إلى المسيح وبنقبل المسيح مخلص شخصي في حياتنا إحنا بنواجه صعوبات كتير يعني ده من الطبيعي إن إحنا نواجه الصعوبات هاي أيوة أنا بواجه الموت في كل لحظة لو أنا قاعدة في بلد إسلامية أو حتى في بلد مسيحية يعني مش هنقول بلد مسيحية بلد علمانية بلد علمانية برضو لأن في ناس بيبقى عندهم اتجاهات يعني متطرفة ويقول لك أنا لو أنا قتلت الكافرة دي أنا ممكن أدخل الجنة بيها فبالتالي الفرق شاسع ما بين الفكرين فكرة الله واضح إنه هو فكر إلهي أنت ما تروحش تقتل واحد لكن أما بيجي آيات جوة القرآن بتقول لك إنه هو المرتد لازم يقيم يعني لازم يقتل لازم يقام عليه الحد يعني فيه باب حدود في الفقه فأنا بالتالي الباب الحدود ده بيقتلني أنا يعني بيبيح دمي طبعا ده تحدي عظيم جدا المتنصر بيبقى في أول لحظة هو بيقبل عمل المسيح وبيتحول بيبقى معرض لي اشتركوا في القناة